سموم القلب هي خمس حاجات فضول الكلام فضول الطعام فضول النوم فضول الاختلاط فضول النظر وطبعا هقولكم على فضول تاني ان شاء الله نغيره اول حاجة فضول الطعام يعني ايه اكلت كتير في رمضان مش هتعرف توقف تصلي ده معروف ولا هتعرف تصلي ولا هتشعوري أصلا بثقل وبتعوها مدن ومش عارف ليه لك اكلت كتير يعني عايزين مش عارف الاكل الاولاني وبعدين بعد الاكل مش عارف حلويات وبعد الحلوات مش عارف ايه لا كل ده مش هتقدر الاصح ان انت تقسمي الطعام على الوقت ويبقى تمر ولبن وبعدين تصلي وبعد كده تكملي حاجة بسيطة وبعد كده بعد التروح لو انت عايز تكملي يعني لا حتى لو في نفسك في شيء قسمي نسى الله سبحانه وتعالى يا رب انه هو يعنى على انفسنا في الطعام ويرضينا بالقليل من الطعام الطعام وقود الشهوات على فكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ادمي وعاق شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمنا صلبة فان كان لها محالة فسلسل لطعامي وسلسل لشرابي وسلسل لنفسي بتحك عشان افتكرت يعني حد كان يقول كل واحد اضرب سلسل انا بدا تولتي لا انا اضرب سلسل بتاعي يا رب سبحانه وتعالى يا رب يجنبنا الامر ده يبقى ده فضول الطعام فضول الاختلاط فضول الاختلاط ده كرسة جدا كرسة جدا جدا عشان انا عايزاكي تعملي كل المجاملات خلصيها كل الاجتماعيات كل الحاجات اللي المفروض تعمليها كأسرة اعمليها في الفترة دي تصل الصلاة والدنيا ومشاهد لطي ما في الزيارات نحنش بيزور حد لكن ظروف الوباء اللي احنا فيها دي هتخليك اصلا تقضي كل حاجة بالتليفون وربنا يبرك لنا يا رب في شعبان ويبلغنا الحب اللي بقين دول ويبلغنا رمضان اللهم امين ويعيبنا على الصيام كله والقيام كله واعتقنا يا رب من الناران قولوا امين عايزاكي الحلقة دي كلها دي انتقولوا امين يا رب رزقنا يا رب ويجعل يا رب ربنا فرجوا على المسلمين وعلى الامة كلها اللهم امين طيب احنا بنقول فضول الاختلاط لكن مساعدة الاهل مساعدة مثلا اهل زوجك او اهلك لو انتم متعودين او ابوك وامك او في بيتك لا ده من اتمام العمل يعني مش من فضول الاختلاط ولا حاج يجي زوج يطلب تقولك لا انا مش بختلط دكتور اهالة ما تختلطش وانت اكبر واحد انا بختلط بيبة تنكت فانا مش مختلطة بيكلها طبعا من الصح يعني زي ما قولنا الاب الام المعاملات ذات نفسية دي مفاش ده مش من فضول الاختلاط لكن الاختلاط اللي ايه اللي مبوز الدنيا وفلانة وراحت وعملت وكلام ونيجي وزي ما قولنا الاخد والعطف الكلام بيجيب غلط الاصل في عمل السلف يا جماعة كانوا بيقفلوا اصلا المحلات بتاعتهم التجارية وبيقولوا دي ات وقت قراءة القرآن بيحفلوا بيقفلوا بيقعدوا يقرأوا للقرآن ويقولك الشهر ده شهر القرآن يبقى ده فضول الاختلاط انا كمان ايه منعاه سلام عليكم سلام عليكم يا الله بص انا صايمين لو ما اينا صايم ويبقى دوت العنوان بتاعك فضول النظر ايه هو فضول النظر نظر المحرم نظر للرجال والنظر للنساء او للمسلسلات بقى والافلام والنتفليكس واللعب ويقولك بس هل السلام صيام ايه بس اللي بتسال ده انتوا بتحرقوا الصيام ده انتوا بتفسدوا علينا الصيام سبحانك يا رب بص الله سبحانه وتعالى انه هو لا يبتلينا يا رب لاحنا ولا اولادنا اللهم امين ويتوب ربنا على كل من تبه كل اللي عايز يتوب طيب عندي هدنة بقى هدنة كمان مع فضول الكلام من كان يعني يؤمن بالله واليوم الاخر فلياكل خيرا او ليصان ما بتكلمش هتنرفز وقول كلمة لا خلاص فلياكل خيرا او ليصان كل كلمة بتخرج من بؤك ومن فمك فهي اما سواب واما عقاب قال الله سبحانه وتعالى ما يلفز من قول الا لدي ايه رقيب عديد يا جماعة كثرة الكلام مدعا للخطأ حديث عائش رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول لا ولكن ما بالأقوام خلاص ما نركزه ما نقولش ما نعودش كده ما بالأقوام يقولون كذا وكذا وحديث الصمت انت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا اللي بيصمت ده ربنا بينجيه وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو على وجوهم إلا حصائد ألسنتهم فهو يعني من ضمن ليه ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج ضمنت له الجنة اللي بيضمن دول ويحفظ دول الله الرسول عليه وسلم بيضمن له الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما سؤل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج ما هو الحديث من يضمن ليه ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة يبقى احنا ده مع النوم قدنا مع السرير فضول النوم بقى يعني هارفين عن نام كتير في القبر والله لكن خلي الشهر ده شهر للقيام شهر للمعاملات شهر لقراءة القرآن ونجهد نفسنا كده وهحكي لكم قصة الستة اللي بتوع واحنا سنة تمانية بتوعنا شلة كده كنا بنروح في رمضان هحكي لكم عليا عشان نشوف حالهم كان مع الفضول والخمس سمون بتاعة القلوب دي كتعاملة ازاي يبقى الصيام مع اول امن حد ما تعود بصوا في الاول بيبقى ايه بيبقى تعب يا وهمدان ومش قدر ومش عارف اتعود لكن بعد كده ان شاء الله هو يسير على من يسره الله عليه النوم تلت ساعات على فكرة كان في رمضان او بيبقى تشبعه او بيبقى الدنيا جميلة المهم البركة يا جماعة عارفين يعني ايه البركة يعني لما تنامي ولو وقت قليل ربنا يبارك لك فيه بالدعاء والله بالدعاء ان ربنا يبارك فيه الوقت اللي انت هترتاح فيه ده اه هترتاح فيه بدنيا وزهنيا ونفسيا وطبعا يعني انت عاملة اصلا هدنة مع الناس فهترتاح من جميعنا واح ان شاء الله ودي بتحصل بازا ما بقولوله كل ايام بتلقائ فيه هدنة مع الناس اصلا يعني خصوصا مع الحذر فيعني ايه الدنيا ماشية بس مكالمات وخلاص كان السلف بيقوله هذا اواني السكوت ولزوم البيت يعرفين الناس اللي بيعودوا يصبطوك ويخزلوك كده عن الطعام ملكيش جاعة بيهم ملكيش جاعة بيهم ودي من الوصايا الجليلة ملكيش جاعة بيهم اصلا لايي الاوي لو لقيت حد نصح امين يعنك على الطاعة يعني نحذر حتى مخالطة اهل الدنيا لمخالطة الصفهاء بتعدي هتبقوا زيهم طبعا السحبة الصالحة اللي هي على القرآن يعني عارفين كده ليل ونهاره قاعد على القرآن بيعلي الهمة اصلا ده مجال للقرآن يعني فما فيش داعك رائع يعني لما اجا اقول ان هاعد مع الصحبة طب هاعد معهم فيما وما فيش اختلاط يا ست اتفقوا مع بعض في التليفونات اعملوا جروب على الوص مش هلا انتم قاعدين على الابس كلها اعملوا جروب وقفلوا كل الحاجات معادة الجروب دوت او معادة التسكرة حتى تبقى ماسجي بلاش احنا قلنا هنقفل الوص تبقى ماسجي بس علشان خطر تتواصلوا مع بعض في الحاجات اللي انتم بتتفقوا عليها كراءة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم تنفس في الخيرات احكي لكم القصة التامينة عشان تعرفوا واصلوكم الفكرة مجموعة كده احنا متعودين وهم مدربات لو بيسمعوني وشايفيني عارفيني هبتكلم عنهم المجموعة دي كنا 8 أسر بالعيال فيه اللي متزوجوا معهم عيال ماشيوا معي 4 عيال وده 4 عيال ودنيا هيصة جميلة وكل اللم بعدنا كده كل واحدة تقول لها تلمع ربيتين تلاتة ونروح رمضان ده كان تنقل ما بين المساجد المسجد هنصلي التراويح هنا وبعدين هنطلع من المسجد ده من التراويح هنطلع على التهجد في المسجد ده قادي القام الزوجية القام الفردية أو الواترية مثلا ده في العشر وفي أيام من أول رمضان لا المسجد ده هنصلي فيه التراويح أو الخمس الأسبوع الأولاني هنا والأسبوع التاني هنبقى في المسجد الفلان وطبعا نقل بقى المساجد اللي فيها بقى الصوت والدعاء والحاجات الجميلة دي وأولادنا معانا عايز أقول لكم وكانوا يعني بيبقوا شايفين قد إيه أن الناس بتلتزم وكانوا بيبقوا سكتين كانوا بيبقوا سكتين ربنا هديهم يعني طبعا لكن لو أنت عارفة أن عيالك هيفسدوا على غيرك الصلاة لا يعني الصلاة فاليوت إحنا كنا في البيت المساجد ما فيش مساجد دلوقتي أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب أنه هو صاحب الأمر الله عز وجل صاحب الأمر كن فيكون يا رب تفتح المساجد بأمره كن فيكون فأنت القادر اللهم يا مغير الأحوال يا رب اللهم أمين أنا شاهمة يعني إن شاء الله حتى تقام الجماعة بالتلاتة أقل حاجة يعني تقام بهم الجماعة صلاة الجماعة التلاتة تقامي تلاتة يسيدي ويتبعدوا عن بعضه ويصالوا المهم ما تتقفلش المساجد ويتلغى الصلاة الجمعة والكلام التهريجي اللي احنا فيه ده المهم المجموعة اللي احنا معها هدية لما جيه بعد كل واحدة بقى راحت في بلد وراحت في محافظة والكلام ده بقى واحدة تتصل بالتانية من ضمن الكلام العجيب جدا اللي أثر في نفسية الواحد لعله خير لعل ربنا عايز إن احنا ننكن في البيوت ونصلي في البيوت ونعمل البيوت مساجد ونخلي بيوتنا فعلا منورة لملائكة ومعروفة حط ومهبط لملائكة السماء فالواحد ما يزعلش مش عايزين لحد يزعل ولحد يزعل إن هو لأ نحنا مش هنزل وطبعا أمر صعب على نفسية جدا نيجي رمضان بدون الترويح وبدون المساجد ويجي رمضان كذا ولكن لعله خير عملوا الترويح في أهل بيتك في أهل بيتك وعيالك الأب يصلي بيهم والابن الكبير مثلا والكلام ده يتبادلوا ويقولوا الدعاء والخاطرة وكل حاجة هو كأننا في مسجد الله سبحانه وتعالى مدخلنا الكهف عارفين كده الكهف نقعد فيه لحد ما ربنا هيئنا تاني ونرجع نطلع تاني بقى من أبطبنا إلى الله الجلسة ذات نفسيها اللي بتعوديها في قلب البيت ويعد حديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي رواية أخرى ما جلس قوم يذكرون الله عشان نفرح بس عشان ما فيش مسجد لا يذكرون الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكراهم الله في من عند الله مجعلنا منهم وإياكم قالوا أمين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصلا نحن نصبر نفسنا على الآية مع الناس اللي هي اللي هي عايزة الطاعة الآية اللي كانت بتقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع بصوا قال كمان اكتنب الطاعت مع الغافلين دول لا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة فرطة ضايع يعني يعني هو مضيق ما تروحش معهم المهم تاخد صحبة وتاخد ناس حتى إن شاء الله لو هم بيكلموك يعنوك على الطاعة ده بقى ما نجعوا بالمجاهرين بالمعصية ما نجعوا بيهم بصهم أصلا مجرد أن أنت شفتيهم أو تقول لك أصلا صاحبتي لأنت قادرة تأثري عليها خير وبركة ما أنتش قادرة وهتسحبك لا خلاص مجرد رؤيتهم أصلا بالعصيان وبالكلام ده بتخليك تبقي زيها وبتقص القلوب زي إن رؤية الصالحين تذكرك بالله سبحانه وتعالى ولا تركانوا إيه إلى الذين ظلموا فتمسكوا من نار وقال سبحان الله مس معين ده عذاب معينه مس ولكنه عذاب طي وطبعا إيه وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا هدنا بقى مع إيه مع العين مع العين وفضول النظر بقى عشان أخرج سموم القلب يحنا قلنا فضول النوم فضول الكلام فضول النظر أرح بصرك بقى جمع فضول العين بقى كل المؤمنين إيه يغدوا من أبصرهم ويحفظوا في الرجام ذلك أسكلهم إن الله خبيرهم إن الله بما يصنعونا خبير إن الله بما يصنعونا وكل المؤنات يغضدنا من أبصرهم يبقى الحديث لإيه الآية لإيه للتنين سبب لحصول الظلمة في القلب إنه ما بيغدش البصر تصدقوني وسبب لحصول النور والبصيرة في القلب إنك أنت تغد بصرك أصلا القاتلة اللي جات في صورة النور كلها بعد أيات غد البصر إنها إيه غد البصر للرجال وغد البصر للنساء مش بس الرجال بس دون النساء لا غد البصر للأتنين وفيه كمان غد البصر عن إيه عن مساعد دنيا الحاجات اللي بتلهيك ولا تمدن عينيك إلى ما ما اتعنا إلى ما ما اتعنا بيه أزواجا منهم إيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ما لكش رعب اللي في إيد غيرك بلاش المقارنات اللي بتهدي البيوت بلاش اللي كزا ده عندها ده شفتي كزا وتنكد على زوجة شفتي شوف ما الجزء جاب لايه متاعي اللي زيل شفتي مش عارفة إيه ولا الكلام ده خالص ولا الكلام ده أعرف والله واحدة تانية بتقولهم شفتي مش عارفة أنا جبت إيه جديد قتلاها والله ما أعرف وكان فيه قديم الله أطلاها والله الناس ما تبصش وكل واحد يرضى باللي ربنا أسمهله لأن المقارنات تهلك البيوت وتهلك النفس قبل البيوت هناك علاقة على فكرة ما بين البصر والبصير علاقة قوية جدا جدا لو أنت عايز نور ربنا وكلام ربنا بيدخل القلب ونور الإيمان يدخل القلب يبقى عيني وقلبي لا يشغلها أي حاجة من حاجات الدنيا أبدا علاقة قوية اللي بيريح بصره دوته بيغد بصره ربنا بيطلق بصرته ده شيء معروف يعني الواحد بس يعد في بيته كده ويشتغل بالطعاد خليك على نفسك اشتغل على الطعاد وانظر كده للمصحف اقرأ كده واشوف بتشوفش اللي الحلال بتاع ولا لك دعوة إلا بالقال الله قال رسول الطعف رمضان عيه هو شهر بقالنا 11 شهر بنجري في الدنيا 11 شهر عمالين مش عارفة الدنيا واغدانا وكذا شهر شهر كده صلح فيه نفسك وقلبك وعقلك الوصية الأخيرة يا جماعة ان احنا نعمل هدنة مع النفس ان شاء الله وقال الله صافحة وقاله اعمل هدنة مع النفس يعني ايه يعني قل لنفسك بقى كفاية بقى كفاية بقى كفاية زنوب وكفاية معاصي كفاية بعد عن الله بقى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ايه يقتلوا او يصلبوا او تقطع عيديهم ويرجلهم من خلاف او ينفهم ايه دا ايه دا يا دكتورة هلا ما نحنا وما اللي بيحاربين وفي حد بيحارب ربنا اه مين اللي بيعمل معاصي اللي بيعمل معاصي دا بيحارب ربنا بيحارب ربنا بالايه بالمعاصي صحيح الحرب اللي ذكرت كمان حرب على الفائزان وبحارب من الله اللي هو الربا بس كمان ايه حل بالكم اللي بيعمل معاصي انت مش متخيل اصلا ان انت لما بتعمل معصية اعلنت الحرب على الله انا مش شايفك او انا عادي ممكن اعمل وكذا اه في الدنيا لكن بعد كده بقى هيختم على افواهم وتكلمني كل كله هيتكلم ولمان الملك اليوم محدش اتكلم محدش اتكلم خالص ربنا خلاص سمعنا في الدنيا ييجي في الوقت ده احنا اللي نسمع ربنا لمان الملك لله الواحد القهور في حدود齐 في حدود مات بلاش حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون تعالوا نتوب يا جماعة تعالوا نتوبوا وما تزهقوش مني وانا كل مرة اقول لكم كده تعالوا نتوب تعالوا نتوب ونتضرع الى الله تعالوا نعود لربنا وندعي ربنا ونقول له سمحنا يا رب اغفر لنا يا رب طب نقينا يا رب طب طهرنا يا رب طب ردنا إليك يا رب طب آخر مرة يا رب ملناش غيرك والله يا رب والله يا رب ما هنعمل كده تاني اقبلنا يا رب اقبلنا اقبلنا ده حال القلب ده حال القلب اللي لازم يكون مستعد قبل ما يجي رمضان يكون مهيئ لاستقبال رمضان وخير رمضان وسوابات رمضان والبرقة اللي موجودة في رمضان وأنال مقام التقوى في رمضان يعني أنا نفسي صراحة أن احنا نطلع من الحلقة دي كلنا نويين أن احنا نخلص قلوبنا من الخمس سمون وننظف كده وننقل وندعي أن ربنا يهيأنا ويهيأ قلوبنا لاستقبار رمضان عايزاكوا تعيدوا الحلقة دي تاني واسمعوها تاني كده وكل واحدة تسمع تاني نهاردة كتبتم ماشي تمام بكرة بقى اسمعوها بعين القلب يعني اسمعوها كده وعودوا مع نفسكم كل واحد يكرر كل واحد قدرى ربنا عايز منه مراد الله مني وتوبوا جماعة الله أعلم من ربنا يبلغ رمضان بيبقى صبح رمضان ويبقى خلاص وتوفاه الله الله أعلم نفس الله سبحانه وتعالى يا رب نو يبلغنا رمضان بلغنا العمل الصالح في رمضان وقيام وصيام وكل حسن وليلة القدر اللهم أعلم